يخشى سكان المناطق المنكوبة في الأنبار ونينوى وصلاح الدين من ذهاب أموال مؤتمر الكويت إلى أحزاب متورطة بالفساد وسرقة المال العام في العراق منذ أربع عشرة سنة المزيد من التفاصيل في سيق التقرير الآتي مآس كبيرة تجرعها سكان محافظتي الأنبار وصلاح الدين حتى اللحظة في حرب شردت كبيرهم وسغيرهم ورسمت دمار ملامحها أحزانهم تتصاعد وأوضاعهم تتفاقب والحلول الحكومية ما تزال بعيدة عن الواقع مخاوف وشكوك أخرى تساورهم بذهاب أموال الدول المانحة إلى جيوب الفاسدين وتمويل حملاتهم الانتخابية القادمة اليوم في محافظة الأنبار ونينوى وصلاح الدين وتكريت عفوا ديالة كلها أصبحت مناطق مدمرة بشكل كامل على الأقل الحكومة المركزية تضع خطط ولجان متخصصة في كشف الأموال أين تذهب وصرفها بطريقة منظمة وبالتالي تصب في مصلحة المواطن كأبناء صلاح الدين متخوفون بأن تذهب هذه أموال المؤتمر مؤتمر لعادة أعمار العراق في الكويت لتذهب إلى جيوب الفاسدين كنا نعرف بأن موازنات العراق بالمليارات راحت وانسرقت ولا حساب ولا كتاب فيما تبقى الموصل التي أوجعت القلوب وأبكت العيون جريحة باكية حيث وصلت نسبة الدمار في ساحلها الأيمن 100% مقابل 60% من جانبها الأيسر وهي اليوم بأمس الحاجة إلى دعم الدول المانحة في مؤتمر الكويت المزمع إجرائه خلال الأيام القليلة القادمة نفرح أنه أكون دول من تم اليوم تغيد تساعد الشعب العراقي وبالأخص المناطق المحررة لأنه أساساً هو مؤتمر عن إعادة إعمار المناطق المحررة المتضررة نحن عندنا بالموصل أكبر مدينة تعرضت للضرار عندنا المدينة القديمة مهدمة 100% إعمار المدن المستعدة من تنظيم داعش تنتظر وبفارغ الصبر ما ستقول إليه إحداث الكويت فيما يرى مراقبون أن لا فائدة من هكذا مؤتمرات وخصوصاً أن شركات الاستثمار ستكون اللاعب الأوحد في عادة البناء والإعمار إذا ذهبت الأربعين بالمئة التي بقت بعد أن تأخذ الأمم المتحدة حصتها الأربعين بالمئة الدولة ستأخذ منها أيضاً جيوب الفاسدين المتهيئة لها ما سيستفاد منها 10% أكثرها راح تكون خارج مناطق المنكوبة وإذا نيابو زيد ما غزيت هو مجرد أخذها الأعلامية أكبر من حجمه ليس إلا أكثر من 70 دولة و2300 شركات استثمارية ستشارك في مؤتمر المانحين والتي ستشكل تحدياً للحكومة والمجتمع الدول شكوك تساور سكان المناطق المنكوبة بذهاب أموال الدول المانحة إلى أحزاب غارقة في هدر المال العام وبقاء مدنهم تصارع الموت والدمار بشير الحسن قناة الفلوجة